من ضمن الحاجات اللي عندنا علشان الحياة ستستمر عندي قصة وعندي ايضا جولة عملناها بالكاميرا بتاعتنا القصة حصلت ودي قصة انسانية جدا في مستشفى اسوان بتاعت اول مصاب يستخدم البلازمة في علاجه البلازمة اللي فيها الاجسام المضادة من احد المصابين اللي تعافى فجسمه عمل اجسام مضادة فسحبت منه البلازمة علشان تعالج قصة بتقول ايه قصة بتقول ان القمص بشوي في اسوان تعب ودخل في مرحلة متقدمة جدا من المرض فنقل الى مستشفى اسوان التخصصي عشان يعمل حجر صحي في اخر شهر ابريل الماضي ابن ابونا بشوي دكتور مصري مشهور وموجود في قسم عناية المركزة للحالات الكورونا الصعبة والحارجة في الولايات المتحدة الامريكية يعني الولد دكتور بيعالج الناس الحالات الحارجة في مستشفى في امريكا وابوه موجود في مستشفى اسوان بيعالج وحالته حارجة تواصل الابن مع الاطباء في مستشفى اسوان وقال لهم يا جماعة احنا بدأنا نتجرب البلازمة والاجسام المضادة من شخص تعافى من الكورونا ما تحاولوا تجيبوا الولدي البلازمة وتحينوه بيها الدنيا تقلبت في اسوان ووصلهم الى محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح هو اول متعافى من فيروس كورونا المستجد في اسوان في اسوان قالوه استاذ محمد بعد اذن حضرتك ابونا بشوي عندنا واحنا محتاجين منك الدم علشان ناخد البلازمة ونعالج ابونا بشوي تبرع محمد بالبلازمة تم حقن ابونا بشوي وتم شفاء ابونا بشوي بسبب الدم بتاع محمد والبلازمة بتاعت محمد وبسبب نصيحة ابنه اللي موجود في الولايات المتحدة الامريكية علشان تنطلق نفس الحكاية ونفس البصمة الى العالم كله والدنيا كلها بتشتغل بهذا النظام الآن